في الحديث في مسلم لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما الإسلام يعني سيدنا جابر يقول كنا نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول رجل جاي من بعيد وصوته عالي جدا سمعين صدى صوت بس مش فاهمين هو بيقوله غيرت لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول له يا رسول الله إيه الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فقال يا رسول الله هل علي غيرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع يبقى أنا عندي كده النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بي اللي هي الأركان أو الفرائض زي ما احنا بنقول أنا عليها دلوقتي ركن من أركان الإسلام هو الفرض الواجب على المسلمين كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إيه هي الأيام المعدودات اللي هو شهر رمضان اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال النبي مرة ثانية أو هكذا وهكذا وجي في المرة الثالثة رحيل وهكذا فعقد إيه اللي هو 29 يعني يا إما 30 يا إما 29 فشهر رمضان هو الفرض ده رمضان فالرجل بيقول له رسول الله إيه الإسلام فقال له أنت صوم شهر إيه رمضان قال له طب في حاجة تاني قال لا إلا أن تتطوع فما عدا صيام شهر رمضان هو من باب ليه تطوع من باب التطوع وليس من باب الفريضة طيب إيه حكيت بقى صيام 9 من زلحجة دي أولا صيام 9 من زلحجة أو صيام 6 من شوال أو صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام 2 والخميس أو صيام اليوم الأول من أول عشر تيام من كل شهر عربي لو يوم واحد ويوم 11 ويوم واحد وعشرين كل الأيام دي كلها من باب ليه؟ من باب النافلة من باب التطوع سنة اللي هو ما يصومش وما يصومش ما عندناش وهو مش فرض أصلا المسألة دي طب إحنا ليه بنقول الصيام في 9 من زلحجة أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر وأنا عوز أقول إن الصيام ده هو عمل صالح أم لا مش عمل صالح لا شك أن الصيام عمل صالح وبعدين لإيه بقى اللي يخليني أصوم أصلا أولا حديث أبي أمامة إن بيقول أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله إن يرزقني الشهادة وأنا في الججدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا ثم جاء مرة أخرى فأنشأ النبي جيشا آخر يعني فقال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله إن يرزقني الشهادة فقال اللهم سلمهم وغنمهم قال فسلمنا وغنمنا فقالوا المرة الثالثة نفس الكلام فقال يا رسول الله يعني جئتك تترى ثلاثة مرات أسألك أن تدعو لي بأن يرزقني الله الشهادة فقلت الله مسلمه وغنمنا طيب ما تدلني على عمل أدخل به الجنة طيب أنا هو فاكر أن الشهادة دي طريق على طول اللي هو الطريق السريع إلى الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية لا عيد له ما فيش حاجة تعادل لليه تعادل الصوم فكان أبو أمامة رضي الله تبارك تعالى عنه وأرضاه لا يرى في بيته دخان إلا إذا اعترهم ضيف طب ده من باب التطوع مش من باب الفريدة خلاص الواجب علينا اللي هو رمضان فعند أحمد رضي الله عنه في المسند أن كان أبو أمامة ومرأته وخادمه كانوا صياما كانوا على طول دايما بيكثروا الصوم في سبيل الله تبارك وتعالى خاصة في وقت الحر طيب أنا لو صمت في وقت الحر إيه ده بيخفف عني اللي هو شدة الموقف يوم القيامة كما ورد ذلك في عدة أحاديث لكن يبقى السؤال حصل كده بيحصل بعض الاختلافات هو النبي صام ولا ما صامش Him هو النبي صام ولا ما صامش أولا صيام تسعة من ذي الحجة دول سنة ولا فرض الأول عشان نتكلم سنة مش فرض طب نيجي بقى للسؤال الثاني بقى هو صام ولا ما صامش حتى لو ما عرفتش ده هو الصيام من العمل الصالح ولا مش من العمل الصالح من العمل الصالح عندي بقى حديث أبي داود من حديث حفص أعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر عندي حديث كده فواحد يقول لي طب أنا عندي حديث آخر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أم هي بتقول أنا ما شفتش سد النبي عليه الصلاح يصوم تسعة من ذي الحجة طب نعمل إيه فأنا عندي قاعدة أصولية أن في حديث يثبت صيام النبي وحديث ينفي صيام النبي عليه الصلاح مع أن الصيام سنة مش فرض طب نعمل إيه فكما قال علماؤنا رضي الله عنهم والمثبت مقدم على النافي الحاجة اللي هي تثبت الأمر مقدمة على الإيه على النافي طيب لكن أنا بقول يا جماعة وتتأكد هذه السنة اللي هو يوم إيه يوم عرفة لأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان هنا مش معذور على فكرة أنه ممكن يترك الصيام بمعنى إيه مش معذور إن أنت لو أنت معذور في العشر أو آخر من رمضان أنت مش عارف ليلة القدر فبنقول لك أقم العشر أو آخر اللي هو من آخر العشر طيام من رمضان عشان أنت مش عارف ليلة القدر فين في أي ليلة لكن دلوقت النبي قال لك خلي بالك ده يوم اسمه يوم تسعة زي الحجة واليوم ده يباهل له به الملائكة واليوم ده بيكفر صيام ويكفر سنتين كل ده من باب الحث على الصيام فإنت بقى مش معذور اللي أنت تقول لي معلش ما تكونش ظالم لنفسك لكن يريد تكون إنسان مقتصد أو سابق بالخيرات وسر ربك تبارك وتعالى أن يرفع عنك الخطايا وأن يرفع عنك الإثم وسارع في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر حاجة أنا عاوز أقولها بس اللي هو يا جماعة كما في الحديث من أراد أن يعلم أو أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما لله عنده أنت عاوز تعرف رقامك زي ما بيقولوا كذا مقامك حيث وإيه حيث أقامك فإنت شوف مقامك فأحب بقول لي أنا مش قادر ما تصومش برحتك ما فيش مشكلة خاله بالمناسبة ابن مسعود رضي الله عنه ما كانش بيصوم اللي هو اتنين وخميس وثلاثة أيام وابتاعك كان لا يكثر يعني من النوافق فليه فبيقول أنا ضعيف والصيام ممكن بيضعيفني أكتر وأنا لما بضعف بصلي وانا قاعد وأنا الصلاة أحب إلي من الصيام دي كانت فلسفة ابن مسعود وده صحابي من صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل واحد أضرب نفس طبعا بس المهم قد طبعا أنا لما صمتش ما فيش مشكلة بس أكثر بقى من ذكر الله أكثر من الإنفاق أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من عمل الصالحات يعني أكثر فأنا بقول لك الحديثة إذا أردت أن تنظر ما لله عندك أو ما لك عند الله فانظر ما لله إيه ما لله عندك فمقامك حيث أكثر